تحياتي للجميع بتمنى تكونوا بخير هذا الفيديو مثل ما قتلكم بالفترة الماضية حكرر بشكل سريع أنه أنا حابب أحكي بمواضيع خفيفة يعني مواضيع أفكار ممكن خلينا نقول أفكار حتى ما بدي أعتبرها مواضيع نتناقش فيها يعني أو على أقل أطرح أنا رأيي فيها الموضوع مش مضمن علمي أو خدمي أو موضوع ببحث أكاديمي لا أفكار متناقش فيها ممكن إذا كانت حالة نقدية الأشخاص المشمولين بهذه الحال يعني بعيدوا التفكير بعيدوا النظر بأفكارهم أو تصرفاتهم الظاهرة اللي بدي أحكي عننا لهذا اليوم اللي هي فكرة الناس اللي عايشين بدول أوروبا مهاجرين ولاجئين وأنا بدي خص بالتحديد اللاجئين وخليني أركز أكتر على السوريين كوني من خلفية سورية فكرة أنه نحن عايشين بأوروبا عم نصور للناس اللي عايشين برها أو اللي حتى جايين جديدة أوروبا أو حتى اللي بفكروا ويطلعوا على أوروبا أنه الوضع هون زبالي يا جماعة أوروبا ما بينعاش فيها نحن قاعدين هون الله حلال ياريت لو بقدر برجعها سوريا هذا اللي بسمعه مع أنه ليك سوريا موجودة على أفكار مع أنه بحقيقة الأمر رغم كل السيئات اللي موجودة بأوروبا اللي طالع والمفروض هذا الشخص اللي طالع خلوني أعطي تعريف صغير بالذات اللي طالع بطريقة غير شرعية وطالع أخذ على نفسه لقب لاجئ يعني المفروض هو جاي مقرر سلفا أنه أنا بلدي ما بينعاش فيها لحتى أجي على بلد أطلب فيه لقب اللجوء أنا كشخص وأتوقع يعني هذا الشيء الطبيعي لو كانت سوريا أو حتى البلد اللي جاي منه بوضع مقبولها مقبول في على الأقل الأمان مفروض أنا ما أفكر أطلع بهاي الطريقة اللي هي مش ظريفة كتير حتى أصير فيها لاجئ بطلع مستثمر بطلع مهاجر بطلع لحسين حياتي ما بطلع برمي نفسي بالمجهول أو حتى بيجي بطريقة غير شرعية برمي نفسي بالبحر لا أجي على بلد وآخر الشي قول أنه يا ريتني ظليت بسوريا لا المفروض أنه أنت سوريا خلاص حرقت سفنك معها بلد ما بينعاش فيها البلد الجاي حعيش فيه خلاص يعني البلد ما الجاي اللي بعده التاني التالت الرابع اللي آخره بس سوريا أنا لاغية من قائمتي لأنه أنا عبقول عن نفسي أني تلاجئ هذول الأشخاص خليني أقولي مثل ما قلت اللاجئين تحديدا عب يوصلوا صورة بالذات للناس البداخل أو لللي جاي أنه هاي البلد يا أخي ما بينعاش فيها وأنا عم بحكي مثلا أنه هولندا مع أنه هاي البلدان اللي نحن عم نحكي عنا من راحية الرفاه الاجتماعي طبعا عنا انتقاداتنا علي فيها أكيد الموضوع مانو بيرفكت فيه شغلات كتير عنا هي أحسن مثلا الطأس على سبيل المثال الطأس يا أخي معد معدت الدول الإسكندلا فيه إسا أسوأ أسوأ أوكي هاي مالنا فيه يعني لأخي لما نطلع نعمل مقارنة من حيث مستوى المعيشي التعليم الدراسة الحريات يعني دول جيدة يعني إذا ما بدي أقول الأفضل من الأفضل فهي جيدة يعني أنا ما بعرف إذا جيت أنت هولندا سويدن نرويج كندا أمريكا ما عجبينك يعني أنت شو بدك يعني نبعثك على المريخ مثلا هاي أولا ثانيا لما أنا عبوصر الصورة لهذا اللي قاعد جوا ما ععد تحت القصاف وقاعد بالقصاف اللي الناس وضعها يعني بالويل وأنا عم بحكي هون ما عم بحكي رأيي يعني لما بحكي عن سوريا أنا ما عم بحكي برأيي الشخصي والله والله سوريا هي بوضعها لا 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 طلعوا على الأرقام طلعوا من حيث مستوى الأعمار الدخل الخدمات الصحة التعليم كله سيء كله سيء بلد يعني بلد الناس حرفيا فيه عايش من قلة الموت يعني هل ما بتقارنها يعني أنا ما بدي لك قارنها بولندا ولا بدي لك الدول بزي القائمة بأوروبا بإيطاليا ولا بهنغاريا ولا لا 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 بتقارنها بموزنبيق بركنفاسو بكوت ديفوار الله حتى كوت ديفوار بجزء بمالي يعني ها ممكن تكون شوي المقارنة قريبية مع أنه أنا بشوفها أقرب حاليا للصومال يعني اجي قارنة مع أوروبا وأنا بكون شخص عايش بأوروبا بحكي مع هذا اللي عايش بسوريا بقول له والله نحنا أنت ما نكشايف كيف عايشين ما نكشايف وضعنا كيف أنا بدي أقول لكم يا جماعة الناس اللي بسوريا عم بتفكر تطلع عو وبتركي أو بأي أن كان هذا الحكي لا تصدقوا على فكرة هدول الناس الكزابين عاي بقول لكم نحنا عايشين من قلة الموت فيه بأي لحظة ومن الفراطات الموجودين بجيبه ويقطع تكت ويطلع لأي بلد فيها ويرجع ويفرمد هالقصة ويعيد من أول وجديد هذا واحد اثنين بالنسبة لهولندا هولندا اللاجئ اللي بيفكر يرجع يسلم إقامته ويرجع على بلده المنشأ يعني على البلد اللي اجا منه أو يروح على بلد تاني حتتدفع له فلوس وهالفلوس حتكون من 2000 ل 3500 يورو للشخص الواحد والعائلة طبعا الرقم بيوصل ل 6000 يورو يعني احتمال العودة العودة طبعية ويتفعو لك تيكة الطيارة ويتفعو لك فلوس إذا أنت قلت خلص أنا حسنني مهوية اللاجئ التبعيتي وأنا أروح على البلد اللي أنا جيت يعني خيار الرجوع موجود دائما دائما وزائد إضافة لهذا الحكي الناس اللي اللي عم تقول هون أنه هون والله ما في معايش حبيبي اللي جاي انت كلاجئ على أوروبا جاي لهون لحتى تلم مصاري نحن بنعرف الناس اللي عايشين بأوروبا أنا عم بحكي عن حالي لحتى تلم فلوس يصير معك فلوس فلوس ما تعيش برفاهية لحتى تقدر تصمت مصاري بأوروبا هذا وضع أوروبا البلدان اللي فيها رفاهية اجتماعية يعني فيها ضرائب كتير إذا فيها ضرائب كتير فأنت لما حتكسب أكتر حتدفع أكتر هذا الكلام معروف الناس اللي عم بتوفر هون بتشتغل بالأسود بتخبع الضرائب بتنصب بتبيع لآخره معروف الكلام إلا فيه ما رحمه ربي اللي هو يجع لحتى يقدر يوقف عرشليه ويصير راتبه مرتب ويصير ويصير هذا بده زمان كتير لكن فيه نقطة مهمة اللي عم يكزب عليك بيقلك الناس اللي أقل 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 أفقر شي أنا هلأ جاي لاجي جديد ما في بجايبي النقلة عم تطلع عم يطلع على بيت الدولة عم يتأمن له بيت أجار صح بتدفع له أجار وللبيت وتعطيه فلوس تكفيه يدفعه مي وكهرباء وتليفون تريده إذا بده يشتري أحده ستريفون كمان بالتأسيط ويشتري سيارة صغيرة ويتفع لبنزين وما بياكل هم على الإطلاق وياكل اللي بتشتهي نفسه إذا بده يطبخ ببيته أي أكل بده إياها يجيبها يطبخها ببيته وهذا المصاري بتكفيه حتى إذا بده يطلع له عطلة بسيطة يروح يتفسح له كام يوم ضمن أوروبا كمان بتكفيه على المساعدات الاجتماعية انتبهوا ما عم يشتغل هو اللي بيقلكن هالحكي هو عايش على إساعدات الاجتماعية إيه بدك توفر مصاري صعب توفر لكن نحنا قاعدين هون عايشين من قلة الموت هذا الحكي كذب يا جماعة لا تسدقون ليش الناس هيك عم بتساوي ما بعرف وطبعا تبهوا أنا كلامي لا تاخدوا على فكرة يعني أنه هذا الكلام خلص من مسلمات لا لكن تطلعوا لي بتلاقي فلان صلوا بأوروبا ثلاث سنين والله بهولندا مساء ثلاث سنين عنده سيارة طبق يعني كيف ديقول أنا واحد ما ملقي يأكل وعنده سيارة اسألوهم لهذول الناس عم تقدر تشتروا الأكل اللي بتكون إياه لما عم تقدروا عم تقدر تعبي بنزين لسيارة أكل لما عم تقدر تعبي في عندك دفع على طول إلا ما في عندك دفع في عندك كهرباء عطول ومي على طول إلا ما في عندك لما بتقلي واحدة من هذول ناقصين بقلك هذيك الساعة لحتى نشوف نحن وقشوا الأمور طبعا أكيد برجع بقول ما في نسبي للمقارنة على الإطلاق أنا عم قارن لك عم قارن لك بواحد ما عم يشتغل تبه أنت قاعد بسوريا عم تشتغل ليل النهار وضافة لشغلك عم ترقل على الغاز والكهرباء وإلى آخر هذا قاعد لا شغل ولا عملي عايش أحسن منك من الآخر يعني من الآخر أنا شخصيا أول ما جهت يمكن هذه القصة ذكرتها مسبقا تعرفت بست مغربية وبشب عراقي عشرين خمسة وعشرين سنة يصال لهم بولندا طبعا قالوا لي أن الحياة بولندا زفت اثنين ما عم يشتغلوا كلها قال لي هذا العراقي قال لي أخي ما في شغل بولندا مين لك في شغل ما في شغل أول سؤال سألت أن حضرتك شو بتشتغل كسبت يحكي هولندي ما في شغل هولندي شو بتشتغل وين في شغل الستة المغربية قالت لهولندي عنصريين وبخيلين وما بتعاشر وما إلى آخر هاي الأفكار اللي أعطوني أنا بحكي لكم عن حالي مع أنه أنا إنسان بحب أسأل وبحب يعني أنا فضولي صار عندي ردة فعل سلبية من هاي البلد يعني صار حتى وقت لواحد هولندي يتلاطف معي أو يخدمني قول لا ما هذا شو بدون مني هدولي لازم مفروض عنصريين وولاد حرام وإلى آخرين هادا الحكي يا جماعة ما ألو ما كان من الصحة تأكيد على هذا الكلام البلد الجني لا ما نتجني انتبهوا لحتى أنا كمان بالمقابل مثل ما بحكي هاد بحكي الطرف الثاني في ناس كثير طرعت لهم فكرتها الجني ناس كانت عايشة بالخليج وأحوالي فوق الريح هذا الموضوع ها عمل فيه عنه فيديو تاني فكرت تجي على هولندا قالت لك أهوروبا غير اجت لهون لقيت حالة كانت عايشة أحسن هذا بحث آخر أنا عم بحكي اللي طالع من بلد محطم مدمر مثل سوريا مثل اليمن مثل غيره طالع لهون ليبحث عن فرصة جديدة شخص حياته بخطر بمصر بمغرب وينما كان اجت لهون خلص أنا عم بحكي عن هدول أشخاص انه هون انت عم تقدر تعيش عم تقدر أما مطلبات حياتك وزيادة شوية حتى لو ما كنت عم تشتغل انتبه لواين برجع حتى لو ما كنت عم تشتغل هاي الطاقة السلبية اللي عم يعطوكنيها هلا في منهم بيقول لك مشال الناس ما تطمع فينا في منهم بيقول لك والله مشال نخطأي يعني حسسوا انه نحن كمان متألمين كذا أنا برأي هاي الطاقة السلبية سلبيات أكتر من إيجابيات أول شي يا جماعة يعني أنتو عايشين بنعمة فحدسوا بهذه النعمة هل هو هذا الحديث صحيح ولا مصحيح أنا برأي المقولة هي جيدة أما بنعمة ربك فحدس أنت عايشوا بنعمة نقارنها بالناس اللي عايشين بسوريا أنت عايش بالخمس نجوم بما لا يحلم يعني أنت عايش أحسن من بشار الأسد نفسه على فكرة هاي أول شغلي تاني شغلي الرسائل اللي أنت عم توجه له دول الناس طب اللي عنده فرصة بده يطلع بده يطلع يقول لك يا أخي شرين لا خليني أنا موت بين أهلي وبين الناس ثالث شي أنت عم تنشر طاقة سلبية يعني أنت إذا ضليت تكرر الكذب يتضرر تكررها تكررها أنت شوي شوي حتقتنع فيها شوي شوي حتلاقي حالك أنت كرهانة له البلد أنت ما نقع فعالك وإنا طب روح وشوف الناس كيف عايشي روح ببساطة إذا أنت هلأ عم بتقول إذا افترضنا أنت عم بتوازن بين العيشي بسوريا والعيشة بهولندا روح تجرب تعيش يوم عيشة المواطن السوري منتبه ما تأخذ يورويات طبع هولندا وتروح فيهم إجازة على سوريا بتعيش ملك لا ترجع أنت لشغلك لمكانك وتجرب تعيشها هالعيشة هاي فيك تعيشها أو فيك تتخيل أنك تعيشها طبعا لا فخلونا نتوقف عن ذكر هاي الأشياء السلبية لأني عم بتأثر على ناس تانيين لأني عم بتأثر على الناس اللي قاعد يجبها بتطلع هيك حتى اللي عم بفكر يحسن من وضعه بقول لك لا الدنيا كل يأتي هيك يزبالي لا أنا خليه نموت بين أهلي وبين ناسي وكله كذب يا جماعة وكله عايش وبرجع عبقلكم للمرة العشرة شوفوا اللي قاعد معا يشتغل عنده سيارة وبروم بتصبر لك تحت برج إيفيل يوم بتصور لك بإيطاليا وين والله جاي من ألمانيا طالع على النمسا والله عايشين أحسن مني لا تصدقون لذول الكذابين بالذات الناس اللي جاي جديد بالكنبات طلع هيك تقول لك العم أنش وطورطت اش جابني على هون ده يا جماعة دول الكذابين كما عم قل لكم طلعوا صفحاتهم على الفيسبوك وعن انستجرام بتلاقي ملتهيين بتبديل السيارات وين في لحام غنم عواس أصلي يروح يجيب من عنده شقة خاروف يعمل علي أكل هذا اللي ملتهيين فيه لما بيجي الدور لعنده لما بيجي واحد من بلده بيقال له بعثنا 50 يورو على هالعيد مثلا للولاد أو إذا معك هيك تساعدنا بيطاعدوا وبشحد عليها مع العلم هو إذا بيدفع لهذه الناس بيساعدهم بأجار صفة سيارته بعيشهم شهر كامل شهر كامل بعيشهم مبسوطين بأجار صفة السيارة تبعيته اللي بيدفعها هذا الفيديو اللي كان عندي لهذا اليوم الفيديو أنا ما نمحدد له هي مثل مألة فكرة طبعا قابل للنقاش أنا كل شيء عم بحكي أنا ظاهرة أعينة أرصدها أنا ما عم ببحث بي وبعمل عليه أبحاث ومبعرف شو نبهونا قلونا نسمع تعليقاتكم لا تنسوا تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب وبعثوا لنا مكدوس كمان عذكر المكدوس إذا صار لكم وتحياتي للجميع سلام اشتركوا في القناة